تعالى بقى الواحد من اللعيبة المهمة جداً جداً هو سعد سمير لعب مهم ومخلص جداً للنادي الأهلي وحتى لو هو مش موجود في الملعب ومش بتستفاد منه فنياً لكن انت بتستفاد منه جداً جداً على المستوى القيادي ككابتن من كباتن فريق النادي الأهلي واحد هو شارب سياسة النادي شخصية الأهلي بينقلها للعيبة اللعيبة الجديدة اللعيبة الصغيرة اللي لسه طالع فبالتالي تواجده مهمة طيب المواقف بالنسبة لسعد ايه؟ سعد عنده عروض أبرز عرض اللي سعد سمير هو عرض فيوتشر عرض جاي اللي سعد سمير وعرض مناسب جداً وبمبلغ جيد بالنسبة للعيبة الأهلي موقفه ايه؟ الأهلي موقفه ان هو حابب ان سعد يبقى موجود لكن في نفس الوقت لو سعد شايف ان العرض بالنسبة له مناسب وحابب ان هو يخرج عشان يلعب شوية لان سعد تالي بين بالو سنة ونصف ما بيلعبش بسبب الإصابات فلو سعد حابب ان هو يخرج فالأهلي ما عندوش أي مانع طبعاً عن طريق النادي الالتفاقات اللي بتحصل في المفاوضات على بعض البنوط سواء عارة سواء سنة أو سنتين لسه ما تحسنش الملف ده ولسه سعد نفسه ما خدش القرار بخصوص استمراره مع الفريق أو ان هو يروح يلعب دقايق في فريق آخر بخلاف فيوتشر عنده بعض العروض الأخرى لسه هو بيفكر ولسه ما خدش القرار النهائي بالنسبة له بيتواصل مع بعض المقربين لي أبرزهم مثلاً عماد متعب ببراكات كابتن والجمعة بياخد رأيهم في الأمر ده يعني لكن الأهلي متبسك بسعد ويسيب له الحرية في الآخر في القرار اللي هو حيقته ده بخصوص سعد سمير